الموضوع التاني وعندنا جزئين عندنا طبعا اللي حصل النهاردة بالنسبة ليه في نقابة الصحفيين وايضا الاستغاثة اللي وصلت لجريدة وطني ومعنا دلوقتي الاستاذة حنان آآ فكري يا سيزة حنان برحب بحضرتك معينا. طيب في الاول احنا اول خبر عارفنا عن موضوع استغاثة اللي حصلة بالنسبة للقرية اللي في آآ 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 عن طريقك سيزا حنان. طب. هي في الاينة. انا بس بسمع بسمع صوتي تاني مش عارفة. حديدت قريبا بتلفزيون? لا لا انا مش قريبا بتلفزيون. طيب. بس هي القرية دي النجع ده اسمه نجع سالم في قرية في قرية الصمتة نجع ديشنا نجع حمادي انا. انا جبت طبعا الكلام ده من التقسيم الاداري. هما ما قالوا ليش الكلام ده. اللي حصل من حوالي عشرة ايام تقريبا حد اتصل بيا. انا بعمل ده بسم وافتح ازبك لمساعدة الناس. يعني بنت هيتجود حد محتاج علاج كده. الباب بقين ثاني. والتليفون منشور واي حد بيتتصل بيا. برد عليه اتصل بيا واحد. وقال لي ان هو اسح سحاب. وان فيه حد كفيف. هو اسرته كلها سبع مكفوفين. هو زوجته اولاده الخمسة. وانهم محتاجين يرعوهم. حد يعني يشوف علاجهم وكده. وان فيه تمن قسر تاني في النجاة. تمن قسر مسيحية. وانهم ما عندهمش كنيسة. وانهم ما مقدروا شركوا كنيسة. وما حدش يارب عنهم اي حاجة. وبيستغيثوا دينا كمان. حد دخل على الراجل هو بيتكلم واخد التليفون منه. قال ان هو العمدة. وبدأ يتهددنا ويتوعدنا. وانتو عايز نسيبوا تعملوا كنيسة هنا. انا جي واحد قبل كده وعمل لي مشاكل. ده انا جاء إسلامي. ما حينفعش يتعمل فيه كنيسة. طبعا حاولت افاهمه بكل الطرق ان احنا مش هايزين نعمل كنيسة. قال لي انت تبع الكنيسة. مش تحكي علينا. قلت له انا مش تبع الكنيسة انا تبع الكنيسة. اقول لك انا تبع الكنيسة. انا صحفية. ماخيش فايدة حاولت افاهمه كتير. كلمته اكتر من مرة لما قفل السكة. ما احبش ان هو يسحمي يعني. المهم فاستنيت وقال لي ان هو هيقذب اللي تكلم. استنيت لسان يوموت. وصلت الصم من عبدالوجل. لقيت هو برضو اللي بيرود. وقال ان اخذ منه التليفون. قال ان هو العمدة. عمدة ناجا سالم. وان اسمه محمد مسلم. انا لما دخلت على النت وقعدت اعمل سرش. لقيت ان العمدة ما اتمنهوش كده. انا مش عارف ما يعني. وقعد يهددني ويقول لي انا كل العيلة مستشارين. واحنا كل ما عرفنا قضاء مستشارين. وانتو عايزة تيجي ازبتي زفك وتعالي. وانا مدير الامن نفسه ما يقدرش يدخل هنا الا بازني. ما ينفعش حد ييجي هنا. حد يجي يعمل كنيسة. طب. وهو مصر ده كده معناه ان احنا هنعمل كنيسة. فانا حاولت بكل الطرق ان يعني اقول له يعني ما يقضيش الناس. وهددتوا ان انا هقدم بلاغات. واني هبلغ الجيش والشرطة علشان يشوفوا الموضوع ده. امم يعني مع مرت داعش. طب. فانا لقيت ان انا مقفيش حل قدامي. ده مني انشور. فانا شعرت الموضوع. اه على جريدة غطاني. اي. بقيت فيه ان انا كنت شككة من جيش تغاله في الاول او حد بيعاكس او اي حاجة حد بيدحك علي. لكن الحقيقة لما رجعت أعرض نفس الموضوع تاني اللي أنا كباب لقيت أن يا عم الحق اللي هو أكلمني ده إداني اسم الراجل الكفيف السلسي هو اسمه حنة بن يمين يوسف وده اللي خلاني أرجع أقول لا كده يبقى إيه صعب أن يكون يعني حد بيعي المهم فنشارت بعد ما نشارت حطيت الموضوع على الفيسبوك عمل شير عالي بدأ الصحفين يكلموني والقنوات طبعا أنا ما قدرتش أدي رقم الراجل لأي حد لأني ما عنديش ثقة في أن التليفون ده بعد كده تقفل ما نعرفش مي وصل لأنه ده الحاجة الوحيدة اللي معاين حاولت أن أنا أوصل بأي طريقة الأنبا كرولوس عرف بالموضوع وقال إن الموضوع مشتبع وتابع الأنبا تاكلة كلمت زملائنا ما كانش معايا رقم الأنبا تاكلة كلمت زملائنا في سي تيفي زملتنا عبير فؤاد اتكرمت واتصلت بالأنبا تاكلة وقال لها أنه مشتبعوا أها مش عارفة إزاي مشتبعوا وهو قرية الصنطة هو قرية الصنطة يستي تابع ديشنا طب ديشنا تابع مين تابع أي أسكف تابع الأنبا تاكلة طبعا طيب الجانب التاني هل حضرتك ما قدرتش بردو أستاذ حنان التواصل مع الأمن بقى ما هو أنا كلمت حد من الأمن بشكل ودي قال لي أنه هو هيستعلم ويرجع لي لكن لغاية دلوقتي أنا رجعليش أنا ما عملتش إجراء ده غير من ساعتين بس تمام لما بدأت أن أنا أقلق لأن الراجل كان نظرته فيها تهديد لي أنا فبصراحة بدأت أقلق ولقيت فيه مواقع تانية بدأت تاخد الموضوع وتنشره وما نسبتهش حتى لينا في وطن لا أول فكرة المشكلة بقى أن المواقع اللي نشرت الموضوع نشرته بشكل على أنه واقع وحقيقة وأنه الحق وأن المسيحيين بيتجلدوا وأنه صورة للجلد ولاقيت برضو كمان ناس بيقولولي يا دكتورة اتكلمي على الموضوع ده أرجوكي وشوفي إيه اللي بيحصل لأهلينة في قرية ناجع سالم يعني إحنا بقى بنعول على حضرتك يعني بشكل كبير أنه إن شاء الله يعني هنتبع معيك لغاية التحقق ونشوف إذا كان بالفعل هذا يحدث يعني الأهلينة في ناجع سالم يجب إنقاذ الموقف يعني ما هو فيه حاجة مهمة بس أنا عايزة أقول لك فتك في الكلام إن هم الراجل قالي إن هم جلدوا الشخص اللي راح له من ثلاث سنين من الكنيسة عشان يصلي بيهم أو يعرف أخبارهم مفتقادي يعني جلدوا لما حلهم وإن هو قاعد يقولي أنا هقذبهم أنا هجلدهم طولة تجلدهم فالراجل اعترب حتى في المقارمة إن هو آه بيعمل ده فإن هم دول ده واحد كلف كلف عنده وهو عادي يعني يقذبه المهم مش في الموضوع مش كده المهم إن حتى لو الأثقفة مش عارفين حاجة عن الناس دي دول كلهم على بعض ثمان أسر في ناجع الناجع ده عبارة عن قضاء ما بين قضاء الهورة والعرب طيب فإذا كانوا هم عايشين بالشكل ده وإذا كنا فعلا معنا يوصل إن الموضوع حقيقة مش حد يضللني فلازم الأمن يتدخل والكنيسة تتدخل إذا كنا مش قادرين نرسي قواعد المواطنة الناس تقيش في أي مكان في بلدها بكرامة يبقى خلاص يمشوا من المكان يعني خلينا نتوقف الزبط إذا كنا بنقول تمام أسر خلاص يعني هنعمل إيه ولو إن الواحد ما بيرضاش إن حد إن فكرة إن كنتي برضو بتهجري كده لكن الظلم وحش إذا كان الموضوع حقيقة فأنا منتظرة بقى إن الأمن يتدخل ويعمل حاجة يعني أنا عملك كل اللي بقدر يعملوا إن بنفع مواقع التقاصل الاجتماعي وربنا يسترها عاردينا بنحاول يتدخل ونشوف إلا هالي يجرعينا طيب بالنسبة بقى للي حصل النهار ده طبعا إحنا بنشكرك ومجهود تشكري عليه وإحنا هنعتمد على الله وعليك برضو أستاذة حنانك هتكمل الاستقصاء حول هذا الموضوع يعني وإن شاء الله المساعدة في حاله جزء بقى لنقابة الصحفيين النهار ده وطبعا الاجتماعي اللي كان تشاوري بالنسبة للأزمة على واقع الحكم بالنسبة للسجن للنقيب الصحفيين واثنين من النقابة ما الذي تم النهار ده ونويين على إيه الخطوات اللي بعد كده أول حاجة وطبعا تم دفع الكفالة 30 ألفان تقود قديم التعام للإستقناف وتم حجز الجلسة والجلسة هو 25 ديسمبر يعني كمان شهر والحضور فيها وجوبي يعني لازم يكونوا حاضرين وطبعا صدر حكم ضدهم هيتم الحاجة إحنا بنأمل أن يكون ما فيش حكم ضد الثلاثة وبنأمل أن يكون في إلغاء للحكم الجائر الصادق الاجتماع المهار ده كان علشان محاولة لام الشام للأسرة الصحفية حوالين قضيوها الأساسية اللي صرفتنا عنها أزمة نقابة الصحفيين خلال السبع شهور اللي فاتت زي قانون وزي الصحفيين المحبوسين وزي قانون موحد وقانون نقابة وغيرها تم تشكيل ثلاث لجان لكل حاجة لجنة ومن ضمن الحاجات دي الأزمة اللي إحنا فيها وإزاي نقدر نخرج منها خاصة بعد أن فيه بوادر أن النقيب يبدو أنه يعني بيتراجع عن التصريد أو أنه ما عندهش من أي منية للتصريد وهي حاجة يعني بنقول أن الدولة المفروض تلتقتها بقاوي يبقى حد هدى من هنا وحد يهدى من حد ثانية على خلفية سياسية مش خلفية قانونية لأن الموضوع في أصله كان موضوع سياسي ونتج عن عدم وقمة سياسية من عناصر الداخلية اللي دخلت النقابة بدون أو بخلاف القانون هو النهاردة طبعا كان في تعليق للرئيس السيسي في الحوار اللي كان مع إحدى المواقع البرتغالية أو التلفزيون البرتغالي يعني وإنه لما سألوه عن الموضوع الخاص بنقيب الصحفيين لأنه بالتأكيد أثار قلق حوالين العالم كله هو قال إنه دي مش قضية رأي وإن دي قضية جنائية فبرضو هنا يعني كيف يمكن الرد على النقطة دي وبرضو الكل اللي بيقول إنها قضية جنائية وليست قضية رأي لا الرد على النقطة دي رد سهل جدا جدا بس لازم الأول نبقى متفقين على حياته هل الرئيس السيسي لا بأتكلم اللي التلفزيون البرتغالي يتكلم التلفزيون البرتغالي وقال التصريح ده علشان هو بيتكلم بره ولا هو كان بيبعث رسالة إلى الداخل إن دي حاجة مهمة جدا لو رسالة إلى الداخل أنا أعتقد إنها جات في غير وقتها وغير محلها لأننا المفروض بنلمة ما بينفتعش يقول مفروض إن إحنا بنحاول نحل الموضوع المفروض النظام يحاولي هذي خطأ الداخلية اتكبت خطأ فادح بشهادة خبراء في الأمن سابقين زي اللي وفق أداء فؤاد علام أما إذا كان هو مقتنع هذه قناعة داخلية فخلاص يبقى الموضوع في إيد القضاء لكن الرد المنطقي على إن هي قضية جنائية مش قضية رأيك يا سيادة رأيك إنت بتقول إن هي قضية جنائية عن إيواء مشتبه فيه أولا هما ما كانش مشتبه فيه دول كان مطلوب ضبطهم وإحبارهم ويبدو أن التقارير المرفوع لسيادة الرئيس ومش كانت طلب ده علشان برضو قضية رأي علشان هما كانوا بيتهموا منهم بيحشدوا الناس ضد موضوع تيران وسنفير يعني مش دي برضو كانت لها علاقة برأي ونشر ولا إيه تمام هما كانوا مطلوبين على خلفية قضية رأي كانوا الاتهام الوارد في التحقيقات إن هما بس شقعات كاذبة وهو تم إخلاق سابله سنفير مصرية طيب إذا كانوا بس شقعات كاذبة دي بقى دي قضية رأي لأن الاتنين صحفيين واحد من الموضوع من قضاء والتنين لم يصبه الدور في التعين ودخلوا من قضاء بعد طيب دي قضية رأي طيب الحاجة التانية النازل اللي كانت بتقول إن هما كانوا بيحردوا على الرئيس أو إن هما كانوا بيحردوا على في صفحات الفيسبوك أعلن محمود الثقة في مدخلة مع وقل براشي قبل كده إن هو الصفحة دي مش بتاعته الحاجة التانية إن لم يتم توجيه أي اتهام لهم بالتحريد على القتل أو بالتحريد على التعدي على زباط أو على الرئيس أو أي شيء من ده لأن ثبت إن الصفحة مش بتاعت محمود الثقة والاتهام ده أصلاً ما كانش وارد لكن يبدو إن البعض استغل الصفحة المشبوهة وقعد يروج علشان يستعد الناس عليهم وعلى النقاط إذن القضية أصلاً في أصلها كانت قضية تيران وصنافير وقضية رأي وتظاهر وحاجات أصلاً كلها يعني على خلفية لموضوع تم الحكم فيه إن تيران وصنافير مقصرية والناس اللي أصلاً اتقلق إن هما مطلب لهم ده بتقوح درهم أصلاً بره دلوقتي بل إنهم طلعوا بكفالة أقل من كفالة النقيب وعضوية المجلس طيب يعني عموماً إحنا زي ما حضرتك يعني واضح إنه واتجاه برضو ممكن الخوف بس إنه طبعاً تأثير كلام الرئيس على النظر بالنسبة للاستقناف ولكن زي ما حضرتك قلت نأمل إنه يكون فيه محاولة تهدية من كل الأطراف وده اللي إحنا منتظرينه أستاذ حنان وطبعاً في نفس الوقت إنه إنه ده طبعاً يعني حاجة حاجة صعبة جداً حصلت الحقيقة وما حصلتش فعلاً في أي تاريخ أنا بشكرك جداً ساذة حنان وهنتابع مع حضرتك للقضيتين قضية نجع سالم وأيضاً إن شاء الله هنتابع بالنسبة لموضوع أزمة الصحفيين والاستقناف هيكون يوم خمسة وعشرين ديسمبر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر